أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم الاثنين سبعة آذار مارس القمر موجود في منزلة الثرية الآن موعد بث الحلقة وهو من مساء يوم الأحد وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور طبعا القمر رح يظل في هاي المنزلة لغاية السهعة 12 و25 دقيقة بعد منتصف الليلة اللي هي الأحد على الاثنين وطيلة النهار يوم الاثنين رح يكون موجود القمر في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد فيها بما أن القمر كمان اليوم استقر وخلص بلش يشكل زوايا وهو موجود في برج الثور فتأثيرات الأولى علينا اللي هي تأثيرات وجود القمر في برج الثور يعني هي هاي اللي بتعطينا صفات من صفات برج الثور بتأثر على جميع الأبراج فعشان هيك نشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا كلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار أو استئجار أو شراء عقار ما وبرضو جيدة لقضاء وقت ممتع بالبيت ممناسبة احتفال اجتماع أشياء من هذا القبيل وبرضو جيدة للأشخاص اللي بتابعوا التلفاز الفترة هاي ممتازة أما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا ضل عنا زاويتين بطيئات لذروتهم يعني ذروت تأثيرهم هو في زوايا أخرى متشكلة ولكنها احنا منسميها زوايا منفصلة بطيئة الحركة أو قليلة الحضوض أو قليلة النحوسة فعشان هيك احنا دائما نركز على القوية اللي هي اللي بتأثر بفترة قوتها الزاويتين طبعا اللي الآن موجودات الزاوية الأولى هي زاوية اقتران الإيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم عشر ثلاث هاي الزاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة في شتى المجالات أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي هي طبعا سلبية وأكثر من إنها إيجابية هي زاوية اقتران ممتزجة ما بين الزهرة وما بين المريخ اللي طبعا هاي تأثيراتها رح تستمر لغاية يوم سبعة عشر ثلاث من إيجابياتها إنه بسود جو عام من الود بين العلاقات القوية فبتسهل عليهم التفاهم مع الآخرين بشكل كبير وتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما من ناحية سلبية فطبعا أكثر المتضررين هم المتزوجون واللي علاقاتهم العاطفية ضعيفة لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أول زاوية هي زاوية اقتران رح تكون ما بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون دروتها الساعة ستة و 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا هي تأثيراتها من منتصف الليل لغاية ساعات العصر بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون دروتها الساعة و 49 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بنيهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون دروتها الساعة خمسة ودقيقتين مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات الظهر لغاية ساعات منتصف الليل منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء ممكن شوي هيك نتجه لتغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون دروتها الساعة تسعة وخمسة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا هاي تأثيراتها من ساعات ما بعد العصر لغاية ما بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء فمن واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا أن نبذل جهد اللي نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بهاي الفترة ويفتقر البعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بما أن القمر موجود فيه برج الثاور معناته الأعضاء الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء عمليات جراحية ما فيها أي مشاكل ولكنها يعني ضعيفة على مستوى عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن تنظيف بشرة أو أمور إلها علاقة بالجلد فما فيها أي مشاكل لا تصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن تصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ وتصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم مناسب لها المطعوم ما فيه أي مشاكل ممكن يعني الشعور ببعض الحرارة حبتهم بندول تفيب الغرض بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء ثمانية ثلاثة بيبدأ في تمام الساعة ثنتين وأربعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعديها لبرج الجوزة بالنسبة لعمر القمر العمر القمر اليوم الهلال طبعا عمره خمس أيام في تمام الساعة ستة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بصير ست أيام نسبة الإضاءة خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة طبعا الآن هي سعيدة بنسبة ثلاثين في المية ولكن في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في الثاور حتى يوم ثمانية ثلاثة طبعا هو منتحس الآن بنسبة خمسة وسبعين في المية ولكن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة أربعين في المية وطيلة النهار كذلك أما بالنسبة العطارد في الدلو حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة أربعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المريق في الدلو حتى يوم خمسة عشر أربعة منتحس بنسبة خمسة في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة منتحس بنسبة عشر في المية ورانوس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم طبعا بيطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا أهم إشي أنك ما تضيع الفرص وضف طابتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وحاول أنك تناقش بوضوح وبرضو في نفس اللحظة حاول أنك تقلل من مصاريفك برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة اتدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا الحضور قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع أي شخص أنه ينافسك اليوم حاول أنك تطوي صفحات الماضي بترتفع عندك المعنويات مجددا عشان تكون هاي الفترة فيها نشاط وواعدة بتطور جيد وحضوظ عالية تعتبر هاي الفترة من أفضل الفترات خلال هذا الشهر برج الجوزة يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أنك تنجزوا اللي بتقدروا عليه من عمل متراكم دون إهمال صحتكم طبعا بيسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها وبتخيب أمالك لسبب أو لآخر أهم إشي أنك متوقع على عقد ما تحسم أمر فترة فارغة من الطاقة والحظ وأهم إشي أنك ما تراهن عليها عندك تصبر لغاية مساء يوم الغد للأجواء تصير أحسن والقمر يوصل لعندك برج السرطان بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم بدات اليوم تحاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه فعشان هيك كثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر ورح تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي خلال هذا اليوم برج الأسد يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبتحمل هاي الفترة نوعية من الضغوط على عدة أصعدة ممكن تكون أيام متوترة شوي ولكن ممكن يكون فيها بعض الإيجابية على مستوى العمل أو مع رؤسائك بالعمل بتمتظرك اليوم مواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك نوع من أنواع التوتر فعشان هيك بدك تحاذر العناد والمشاعر السلبية برج العذراء طبعا اليوم ممكن أنه يوصلكوا خبر من بعيد أو من خارج البلاد وتنجحوا بأمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخد تجربة جديدة وفترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما برضو هاي الفترة جيدة على مستوى الدراسة والامتحانات والعلاقات وتعتبر من أجمل أيام الشهر برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويب ولكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية أكثر فتعتبر هاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر الساد فحاول أنك ما تغامر بموقعك حذر النزاعات والتذمر والتمرد حاول أنك تقوم بواجباتك بشكل تام لأنه الفترة هاي شوي بدها نوع من أنواع الحذر برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية حافظوا على هدوء عصابكم نبرد صوتكم بتكون الضغوط كثيرة فعشان هيك بتكون تحاضروا من تأزيم أي خلافات وحاول أنه يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم أو أنه يعني تكون نبرة العصبية موجودة برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه فبتكون تنظموا جدوى الغذاء كما تأخذوا قسط كافي من الراحة بتتلاقى الاتصالات بتتلاحق عليك الاتصالات اليوم وبتكثر المسئوليات وخصوصا العائلية والمهنية فعشان هيك بدك تنظم مقتك ما تتأخر بتهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدراتك أو قدرتك على التحمل حاول أنك ما تشك بنفسك وبقدراتك رغم أنه هاي الفترة بتركز على العمل كثير وعلى الصحة كثير برج الجديد بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم اليوم ممارسة نشاط فني أهم إشي إنكم ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي أنتو على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي فعشان هيك بدك تتجنبوا الانتقادات وتصعوا لتلطيف الأجواء وتستعيد صفاء ذهنك وتفاوض بمهارة حاولوا إتمام العقود والصفقات التجارية لأنها فترة مناسب لهذه الأمور ولكن لا تبدأوا بشيء جديد يعني شيء إذا متفقين عليه تمموه ولكن مش متفقين عليه لا تصدروا قرار هذا اليوم برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء إنك تخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو شوية الجو العام ضاغط المسؤوليات كبيرة وممكن تكون على موعد ارتباط مهم فما بيجوز الفشل الفترة هاي ممكن شوية تضغط عليك إما بمصاريف منزلية أو حدث عائلي أو بعض الأعطال برج الحوت بتنشطوه في أمور الدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبنقول لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم بتتمتعوا بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم شيء إنك ما تسكت اسمع صوتك أحكي لجواك بدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال والتقصير ليش؟ لأنه اليوم أنت عندك مشاط عالي جدا فممكن تلتهي بشيء عن شيء مهم ولازم تكون تنجز اليوم هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء